وزع حزب مستقبل الوطن جهزة كهربائية على مئة عروس من المقبلات على الزواج من أمناء محافظة كفر الشيخ جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمها الحزب بحضور محافظة كفر الشيخ إسماعيل عبد الحميد طه والأمين العام لحزب مستقبل الوطن حسام الخولي وعدد من القيادات التنفيذية والحزبية وفي كلماته خلال الابتتاحية أعلن أمين عام حزب مستقبل الوطن ونطلق الحزب لحملة إحنا معاك التي ستشهد تنظيم قوافل طبية وخدمية وتوفير المستلزمات المدرسية والصلع الغذائية طبعا بيشرفني أن أنا أكون موجود بأشارك قيادات حزب مستقبل الوطن على مستوى الجمهورية وأمانة الحزب على مستوى محافظة كفر الشيخ في أنحنا الحقيقة نوزع النهاردة بعض الأجهزة المنزلية على المقبلات على الزواج الحقيقة يعني ده دور مجتمعي بجانب الدور السياسي للمفروض تلعبه الأحزاب السياسية هناك دور مجتمعي ويمكن أنا أكدت على فكرة المشاركة المجتمعية الحقيقة حزب مستقبل الوطن ما هيش دي المرة الأولى اللي بيعمل ده في محافظة كفر الشيخ ولا في محافظات الجمهورية احتفالية جميلة بنفرح مع شعب مصر بنفرح مع بنات مصر المبادرة بتاعت حزب مستقبل الوطن احنا معاك عاملنا في كل المحافظات بس هي الحقيقة مبادرة حزبية وبتفرحنا كلنا أما بتحضر فرح لخمسين عريس وعروسة أو لمية عريس وعروسة صحيح النهاردة دي حقيقة بتدي للأحزاب وحزب مستقبل الوطن تفاعل جميل جدا مع الشارع تفاعل جميل جدا مع أهلنا في احتفالية بتأتي من ضمن فعاليات حزب مستقبل الوطن في احنا معاك احنا معاك حملة أطلقها حزب مستقبل الوطن ليكون بالقلب المواطن نطلب المواطن بإن احنا نكون أورابين ميين نقدم له خدماتنا نشاركه في كل مواقفه شارفنا النهاردة طبعا بالقادات السياسية والقادات التنفيذية ونوابنا والتنظيم الحزبي في كفر الشيخ كانت فعلا فعالية أكثر من ممتازة مية عريس وعروسة مقبلين على الزواج تسلم النهاردة الهدايا من التنظيم الحزبي في كفر الشيخ بيشارك بيها أهلو في كفر الشيخ الأول بهني شعب كفر الشيخ بالاحتفالية الجميلة والأكثر من رائعة النهاردة حزم السابة الوطن النهاردة بقدم مبادرة بالمشاركة المجتمعية الجايدة جدا بشارك أهل الكفر الشيخ بحفل عرص بمئة عروس بنجهز مئة عروس الآن فيها كان حفل منظم ومحترم بهني وبشكر القائمين على تنظيم هذا الحفل